السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو جمعت لكم الملخصات تاعة الفصل الثالث كنين بشكل منفصل في القناة على هديك تلقا وكل ميك من الفيديو نلتقي في ملخصات جديدة والسلام عليكم لأنهما فيديوهات منفصلة وأنا جمعتهم لكم هنا وحظ موفق للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في ملخص جديد الملخصات السنة الثالثة متوسطة في مادة العلوم الطبيعية عندي نشوفو كل ما يخص استغلال الموارد الطبيعية الباطنية عندي الثروات الباطنية في الجزائر ومميزاتها عندي الثروات الباطنية في الجزائر عندي الموارد المعدنية eu 눌러 qualcosa موارد معدنية انا كيفش نحفظ نتفكر الموارد المعدنية وخوالحديد معدن الحديد فهنا تستخرج بشكلها الخام يعني بالشكل اللي نصبوه عليها هذا هو شكلها الخام من المناجب والمقالة كالحديد الزنك الفوسفات عندي ثانيا الموارد الطاقوية الموارد الطاقوية عندي النفط المحروقات المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي المتواجدة في صحراء الجزائر الموارد الطاقوي يسمي منها الطاقل أنها تعطيني الطاقة يحط في رسامي لتعطيني الطاقة البترول والغاز الطبيعي تعطيني الطاقة البترول والغاز الطبيعي هنا نسموها موارد هنا يتقول لي مورد طاقوي مورد طاقوي من يكون على شكله قبل لا أنا ما نستخدمه نسموه مورد طاقوي بعدها عندي المياه الجوفية المياه الجوفية هذه يعني تطحنه وتتشكل لي المياه الجوفية تتجمع المياه في جوف الأرض في شمال وجنوب الجزائر وعندي رابعا مواد مستغلة في مقالع الحجار المواد المستغلة في مقالع الحجار هي المواد على البناء المواد التي نستعملها في البناء كالغضار الكلس تستعمل في البناء مع أنت الثروات الباطنية عندي رابع عندي الموارد المعنانية الطاقوية المياه الجوفية ومواد مستغلة في مقالع الحجار في نفس الوقت راني الراجع ونفس الوقت راني نشد المعلومات في راسي صحة بعدها نروحوا مميزات بعض الموارد الطبيعية راني نشوفوا البترول ونشوفوا المياه الجوفية البترول وكان يقولون لي أعطيني مميزات البترول هنا يا هدف نفس الوقت تعريف نفس الوقت رأيه يدخل لي خصائص لمميزات البترول عندي سخر رصوبي على سخر رصوبي ديكم نشوفه في مراحل التشكل هو سخر رصوبي سائل خفيفة على الماء يحترق من الفحم يحترق ويحرر طاقة عند حرقه هذه هي مميزات البترول عندي مراحل تشكل كيفاش يتشكلي البترول لولا تتراكم لي الكائنات الدقيقة عندي كائنات الدقيقة ستراكم ستراكم بعدها تجي التربة تغطيها تغطيها التربة بالطبقات الرصوبية تربة والطبقات الرصوبية يغطيها الكائنات الدقيقة بعدها تخمرها من طرف البكتيريا الهوائية عندي بكتيريا الهوائية تتخمر تتخمر تتشكل قطارات من النفط قطارات من النفط بعد تعرضها للضغط والحرارة ام بعدها عندي هجرت النفط وحبسه من طرف الطبقات الكتم يعني يهجر النفط ويحبس في حد الطبقة تمك يقعد هذه هي مراحل تشكل البترون عنها قلنا السخر رسوبي هنا يشوفوا تغطيتها من طرف الطربة والطبقات الرسوبية يعني يتغطى بالطبقات الرسوبية على بيها قلنا هو سخر رسوبي ام بعدها عندي المياه الجوفية المياه الجوفية عندي عنده سقوط على الأمطار تترسب الى الأعماق عبر الصخور النفوذة يعني كي تتحنوا تبدأ تترسب الـ الأعماق تترسب عندي صخور النفوذة يبدأ لما يفوت منها , يفوت منها يفوت منها ام بعدها تحجز بطبقات غير النفوذة كي تصلوا في الطبقات غير النفوذة تقعد تم بسعي لا تكشي فوت فتشكلني بما يسمى الجيوب المائية التي تزود الينابئ المياه قنا عندي دورة لتشكول المياه كيف يكون الماء ونطح يصبح تبخر ثم تشكل الغيوم ثم تبضغطه تنزل لقطارات الماء لدي دورة المياه سوف نرى كيفية استغلال الموارد الطبيعية كيف نستغل الموارد الطبيعية يعني الموارد الطبيعية تكون موارد طبيعي على الشكل الذي يستخدمه يقول لي موارد طاقوي موارد طبيعي يكون في الطبيعة كنشي أنا نستخدمه نبدله من موارد طبيعي للمورد طاقوي فهنا عندي مراحل استغلال البترول مراحل استخراج البترول يعني يعطوكم السؤال ما هي مراحل استخراج البترول هي نفسها هذه أولا بشكل طبيعي اوتوماتيكي نبحث عن البيترول البحث عن البيترول تحديد وجود المكمن المكمن لا تستخدمها هذا هو المكمن مرحلة الحفر يحفروا بالطبع في طبقات الأرض يحفروا ببرج التنقيب إلى أن يتم الوصول إلى مكمن البيترول جميعا بلحفروا هذا يوصل البترول بالنقل البترول نقله في أنابيب من جنوب الجزائر إلى شماله هي نقله في أنابيب تم هذا المراحل كاملة مراحل واتوماتيكية يعني مراحل مش هاتنخمن فيها بالخوف الجيني في راسي نبحث عن البيترول مبعدا نحفر له مبعدا ننقله مبعدا تقطير البيترول ولا تكرير البيترول كيف كيف كي اللي يحطوا نقل وتكرير البيترول يحطوها في مرحلة وحدة فمش شي مشكل نحطها في مرحلة وحدة ولا نحطوها سيبا غيمو مش مشكل عنديها تقطير البترول تكرير البترول مش معندها يحطوه في محطات تكرير في أكاين عنا فرن يقعدو يعرضوه لدرجة الحرارة درجة الحرارة هذي متزايدة كل درجة الحرارة تعطيني مشتق معين من البترول لاخدش البترول عنده مشتقاته فكل درجة حرارة تخرج لي مشتق فهذا هو تقطير البترول كاين البترول اللي روح على شكل البترول يعني عادي نستخدمو البترول وكاين اللي يتكرر باش نحصلو على المشتقات كما البنزين بعدها عندي كيفية تستغل المياه الجوفية المياه الجوفية نستخدموها بطريقة مباشرة عن طريقة اللي نبيح أو بحفر آبار عادية يعني نحفرو آبار عادية نحفرو حتى نتلقاو الماء الآبار العادية يعني الحاسي اللي نتلقاوه تنك في البيوت الجزائرية أو ارتوازية شي الارتوازية مياهوة من الجوب الجي بالماء يضوكم شوفوه الارتوازية كفش جديرا هايلا هنه قال ينزل ينزل هايلا هذي نفسوظة كما راكم تشوفو سخور منفذ الي الماء يعني اللي ما يقدر يفوت حتى يوصل ايه هيوصل ايه هذي سخور صلبة هايلا بالقري والزوجة ثاني والرقري هنا يطلقيه معني columns فتح خللص هنا م وسيصل ايه married Wishفوت وهنا يوصله هنه فهناشةش كلي هذا جيب الماء صحة لو كان نجو نقارنوا تدفق الماء بين الآبار العادية وبين الآبار ارتوازية الآبار العادية رهيم تحته نجبده الماء بصحة هنا يا منه يجيني تدفق من ومن معناتها هذا التدفق يكون كبير على تدفق الآبار العادية حال جاكم سؤال من هذا النوع داروك واش نشوفو عواقب استغلال الثروات الطبيعية أكيد الثروات الطبيعية هدية عندها عواقب لأنه هي ثروات ملوثة للأسف ملوثة وقابلة للنفذ هنحطوها في رصانة هي ملوثة وقابلة للنفذ عندي افراغ المكامن وبالتالي نفاذ البترول والغاز كنفرغ المكامن صايا المكامن قعلقناها وفرغناها ما غدش يبقى استنزاف الموارد مما يعرض للأجيال القادمة للخطر غد نستنصفو كامل موارد كنستنصفو كامل موارد للأجيال القادمة ما غدش تلقى بوش تخدم اختلال توازن البيئي نتيجة التلوث بكل أنواعه عندي كنجين نقل البترول كين يسقط لي في الماء كنسقط لي في الماء غادي تلوث لي الماء كنلوث لي الماء غادي تضر لي الأسماك غادي تضر لي النباتات اللي كينا في البحر فاكي تضر لي غادي تموت كي تموت معانتها يصرى لي خلل في السلسلة الغذائية كما شفناها مقبل في السنوات اللي كانت تقبل فكي تختل لي السلسلة الغذائية يصرى لي اختلال التوازن البيئي معانتها واحد يروح كي واحد يروح تختل هذه السلسلة فيختل التوازن البيئي معانتها أنا شا لازم من ديان كوني يقول لكم أعطوني حلول الحل أني نستخدم بشكل عقلاني هذه الثروات ونستبدلها بالطاقات المتجددة لأن الطاقات المتجددة ما تسببش التلوث وتحافظ على صحة الإنسان والكائنة الحية وغير قابلة للنفاذ طاقات المتجددة يعني طاقة الشمسية غير قابلة للنفاذ طاقة الرياح غير قابلة للنفاذ فنستخدم الطاقات المتجددة لأنها ما تنفش وتانيك حتى تكونوا فتحها تقريبا مجانية و هكذا نكملنا من الملخص سنة أتمنى أن تكونوا استفتون و تلقوا في ملخصات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في ملخص جديد من ملخصات السنة الثالثة متوسط في مادة العلوم الطبيعية غد نشوفو كل ما يخص التربة التربة ثروة طبيعية هش نبدأ التربة وسط حي هش نبدأ أولا بتعريف التربة التربة هي ثروة طبيعية يعني ثروة موجودة بشكل طبيعي في الطبيعة على بها نقولوا ثروة طبيعية تغطي الكثير من سطح الأرض هي تغطي بزاف الأرض وهي الطبقة السطحية المفككة من القشرة الأرضية هي طبقة سطحية مفككة يعني القشرة الأرضية مفككة فولت على شكل تربة نشوفو مكونات التربة وش فيها التربة؟ عندي فيها مواد معدنية هذه المواد المعدنية فيها حبيبات رملية فيها فتاة سخري وفيها أملاح معدنية وفيها ماء يقولنا بالنبات يمتص الأملاح المعدنية والماء من التربة ثم سنغم البحة التربة يكون فيها ماء وأملاح معدنية عندي بقايا عضوية البقايا العضوية هذه هي بقايا كائنات حية البقايا على الكائنات الحية مثلا قطعة خشب ولا أوراق ميت الأوراق هذيك لتسقط فكامل البقايا تحد الكائنات تولينا بقايا عضوية في التربة عندي عناصر حية العناصر الحية عندي الحيوانية كالبكتيريا وعندي ودودة الأرض فيها الداخل الانطلاقة ودودة الأرض الداخل في التربة تعمل على تهويتها وعندي النباتية النباتية النباتات سأحضركم نشوفو العلاقة بين التربة ومكوناتها الحية شاهي العلاقة اللي تربطلي تربة بالمكونات التاحة الحاجة الليولا عندي النفاذية أو نقولو القدرة على الاحتفاظ بالماء التربة كل ما كانت نفوذة كل ما الماء ولا يديع منها بزاف نفوذة وش معنتها أنا نحط في راسي بلي نجي برملة نحط فيها الماء بالخف الماء يفوت التربة ما تقعدش محتفظت لي بالماء تمكين غرسة هنايا كيش نبات في التربة التربة ما غديش تلقى الماء بإAndrew لا ابنت في الانبنت ومكاش يأتيش تلقى الماء وبالتالي ليس تحتافظ لي بالماء وثم الغداء يكون هناك في الماء تحقيق لكن تكن عندي التربة الانباتي dependด على احتفاظ بالماء كبير ان 뜨آه تلم رد الغداء النباتي كيف çık theme clark ف confirme التربة الانبنت تحتفظ بالماء وبالتالي تكون يزح على الغداء النباتي فيها قليل أما التربة التي يكون الاحتفاظ فيها بالماء أكثر يكون الغطاء النباتي فيها أكبر صحة هذه العلاقة اللولة العلاقة الزوجة عندي بين الكائنات المحللة وبين الدبل الموجود في التربة فعندي الكائنات المحللة هي اللي تحول لي هذه المواد العضوية هذه يعني بقايا الكائنات اللي قلنا إلى دبال هذاك الدبال غدي تستفاد منه كن غرس أنا شجرة ولا شي حاجة غدي تستفاد منه هذي الشجرة غادي تستفاد من هذا الدوبال اللي جاي الداخل في التربة خلاص فهنايا النباتات هنايا غادي التوزع الغطاء النباتي يكون كثر في التربة اللي عندها القدرة على الاحتفاظ بالماء أكبر وهنايا عندي كي تكون عندي الكائنات المحللة الداخل في التربة تروح تحول لي التربة إلى دوبال صح الآن شوفوا الطابع الهش للتربة وأهميته عندي التربة ثروة مهمة فهي مصدر غذاء الإنسان والحيوان يعني من التربة غادي نغرسه سوالح ننكلوهم وتاني الحشيش كاين الحيوانات لتغضع للحشيش وبالتالي هو مصدر غذاء للإنسان والحيوان عندي النباتات تانيك يستمد النبات المواد العضوية الضرورية لنموه من التربة النبات مني غادي يجيب لي المواد العضوية قلنا يجيبها من التربة وبالتالي النبات ما تانيك يستفاد منها نشوفوا الان تشكل التربة عندي اللولى منطقة التربة شوه ما منشاء التربة التنشأة تمن تفكك الصخر الام التي يفكك الصخر الام بفعال الأمس princes تتفكك الامر الامر التربة عندي أمطار حرارة السيود وكذلك توغل النphisجون أذا نشوف العوامل السSn Bean عندي عوامل تفكك الصخر الامر المياه المتجمدة عندي المياه من تسقط مثلا الأمطار وتولي كينات داخل في الطربة يعني الداخل في الصخور لأنه هنا ما زال ما أولى لنشتربة تولي لي الداخل في الصخور من تتجمد من تشفتوا عفصة تكون سائلة بعد تتجمد معانتها غدي تشكل لي شقوق فكيف تشكل هذه الشقوق هذه الشقوق تأدي إلى تفكك الصخرة هذه المياه المتجمدة الغاز السعودو نحن يقولنا الغاز السعودو قلنا الفحم على وش يأثر لي الأمطار الحمضية اللي فيها السعودو تأثر لي على الصخور الكلسية شفناها في خواس الصخور وتحللها ساحت مهناية تانيك راه يتفكك لي الصخور الكلسية جذور النباتات كي النباتات يكون عندها جذور قوية وتروح تتوغلي الداخل كي تتوغلي الداخل تتحدث لي تشقوقات هذه التشقوقات تانيك سبب التفكك بعدها عندي زوال الغطاء النباتي كي يزول الغطاء النباتي التربة تتعرى كي تتعرى التربة تقول لي معرض العوامل المناخية اللي قلناها فكي تقول لي معرض العوامل المناخية تتفكك تم عوامل تفكك الصخرة عندي المياه المتجمدة غاز السعودو جذور النباتات وزوال الغطاء النباتي نروح نشوفوا الآن مراحل تشكل التربة كيف هي تتشكل التربة؟ نحن فهمنا بلي تتشكل من صخرة الأم بصح شاهل مراحل باش معتالي ولي عندي تربة المرحلة الأولى تفكك الصخرة الأم تم تتفكك الصخرة الأم بعد تعرضها العوامل المناخية إلى الحبيبات العوامل الكامل اللي قلناهم فتولي لي حبيبات أم بعدها هذه الحبيبات لقد تنقل نقل الحبيبات المتفككة تنقل تنقل الحبيبات تنقل عفوا الحبيبات عبر الرياح والماء الجر يحول ماء وتنقل لهذه الحبيبات وتنقلها الترسيب تتجمع الحبيبات في المنخفضات كي تسيب هكا منخفضات حسنحط في رصانة بلي ره يتمشي تمشي تمشي جر يحراه يمشي يمشي بالتربة من يتلاقى منحفظ ولا يتلاقى حوض يعني حاجة نقوله وكما الكاسحكا يفرغ فيها فهذا سموه الترسيب ومبعدت تقعد عشر سنين وبعد عشر سنوات يتم تشكيل التربة مع انت هالتربة تأخذ وقت طويل باش عادة تشكك ثم عندي مراحل تشكل التربة ونتفكك السخرة الأم نقل الحبيبات المتفككة والترسيب نشوف الآن حماية التربة عندي العوامل المؤثرة سلبا على التربة الزراعية شاه العوامل يتأثر لي على التربة الزراعية حاجة الأولى قطع الأشجار كي نقطع الأشجار ينتعرية للتربة وهذا الحجم ليش مليحها للتربة حرق الغابة هنا يمشي حرفة حرق الغابة تانيك حرق الغابة نفس الشيء الرعي الجائر تانيك الرعي الجائر يعريلي التربة الاستخدام المفرط لمبيدات الحشرية نستخدمه بزاف المبيدات الحشرية تانيك هاد الحاجة تضرلي التربة تلوثها الحرث في اتجاه فالانحدارات مني يكون عندي انحدار ونرح نحرص تانيك هاد الحاجة وش ديرلي تعريلي التربة وعندي تلويث التربة تلويث التربة بكامل وش تذكرنا يعني المبيدات الحشرية مثلا تلويث لي التربة الاوساخ هاد يكون النفاية تكون حطام تانيك غاديلوثوه التربة فلازم نتجنبو تلويث التربة صحة تدخلات الإيجابية للإنسان على التربة الزراعية شكرا ان هنا هادي عوامل مؤثرة سلبا نجيبوها هنا وندروا عكسها هنا يقولنا قد على أشجر حلق الغابات هنا يقولوا التشجير لتثبيت التربة عندي إنجاز مستبت على مستوى المنحدرة لمنع جراف التربة كشغل مني يكون عندي منحدرة ونعرف باللي التربة غادي تجي منا وغادي تطيح فيه انا ندير مستبك شغل منها حاجز باش ما تفوتش عندي الزراعة بالتناوب يعني باش نخليها نخلي هاد المواد المحللة الكائنات المحللة اللي فيها ترجع لترجع للتناوب تربل دوبل ثم نخلي لها الوقت فندير الزراعة بالتناوب خطرة نزرع حاجة وخطرة الجاية نزرع حاجة أخرى لخطش النباتات كنا نبتوشها تسحق وثاني نخلو التربة تريح يندير الزراعة بالتناوب يعني عام نغرص فيها وعامل له عندي الرعي المنتظم الرعي المنتظم يعني ننظم الرعي انتاعي وعندي استخدام المبيدات الحشرية بشكل عقلان يعني ما نكثرش منه احتيلو وثلي التربة وحتضر لي التربة نتمنى تكونوا استفتوا منه نتلقاوا في تلخيصات أخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته